عنوان القادم لأستاذ عمر جبال حيط رحيل زيزو في يناير أنا عجبني جدا زميلنا أحمد الهواري مبارح معي كنتم أتفرج عليكم كان فيه مناقشة حلوة بين وما بين أبو علي في النقطة دي حلو أنا هأخذ من كلام هواري في أن ما فيش مجلس جديد هيبدأ علاقته بجمهور الزمالك أو إدارة جديدة أنه تمشي زيزو صح وزيزو كده كده عقده ينتيه بنهاية الموسم اللي جاي مش الموسم الحالي المشكلة هتبقى فين؟ المشكلة هتبقى في تجديد زيزو إن لما الإدارة الجديدة هتيجي ففي مجموعة لعبين محطوطين ققائمة إن الإدارة هتفاوض معهم للتجديد وهم بالمناسبة كل اللعيبة الموجودة عقدها هتنتهي هيتطم بالتفاوض معهم على التجديد فيه ناس الإدارة اللي هتبقى موجودة أو المرشحين اللي عندهم حظوص هتبقى موجودين شايفة إن هيتفاوض معنا نقطة معينة ما وصلش للنقطة دي في التلاقي في المفاوضات خلاص كل سنة منتطيع حسهلها لك كلكم مهمين بس كلكم ينفع تمشوا إلا زيزو وفتوح صح كده؟ لا وممكن يدخل قباما مثلا يعني مثلا أصول إلا إلا هيدايقني شوية مش همسك فيه قوي لكن زيزو وفتوح هم الحكاية آه يعني لما حد هيعلل سقف قوي لا مش هبقى فيه مشكلة هو الأهم بالنسبة لمعظم المرشحين يعني في الانتخابات هو زيزو وفتوح فزيزو أنا بقولك بالتأكيد فيه مشكلة جدا لأن والده مستق جدا من الفترة الأخيرة من كيفية تعامل وإدارة ملف زيزو داخل نات الزمالي فبالتالي لما هتيجي تجدد مع زيزو هي هنا المشكلة لكن مش هيبقى تكون فيه قرار بروحيل زيزو في يناير ده مستبعد بنسبة مليون في المية مش مية في المية مليون في المية حتى مهما وصل لأرض هو مستبعد يعني لو عشر مليون دولار مش هتبيع مستبعد تماما مفيش أنا بقولك يعني تقريبا ده رأي معظم المرشحين اللي داخلين الانتخابات سبا الانتخابي خلاص أيام بسيطة يعني بتفصلنا عنه رأيهم جميعا أن ما فيش إمكانية لمجرد التفكير أن زيزو يرحل في يناير حتى لو كان الرقم عشرة مليون خالص خالص نشوف